دلوقتي بقى نتبع مع حضراتكم تقرير عن العلاقات المصرية اليابانية هذه العلاقات اللي بدأت في عشرينيات القرن الماضي يمكن مصر تعتبر من أولى الدول الإفريقية اللي بدأت العلاقات مع اليابان بعدها بسنوات عديدة بدأت اليابان تتوسع في علاقتها مع باقي الدول الإفريقية وتحديدا الدول اللي كان فيها استعمار وتحررت من الاستعمار يعني فعليا بدأت العلاقات اليابانية الإفريقية مع باقي الدول الإفريقية تقريبا في أواخر سبعينيات القرن الماضي أو تمانينات القرن الماضي ودايما اليابان بتهتم في علاقتها بالدول الإفريقية بالشق التنموي وده اللي بنلاحظه بشكل كبير جدا في قمة اتيكات سبعة اللي فيها اليابان بتحاول بقدر كبير أنها تضع مصر والدول الإفريقية على طريق التنمية الصحيح تعالوا نتابع تقرير عن العلاقات المصرية اليابانية ونرجع لحضراتكم مرتا عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صباح الأربعاء بمدينة يوكاهاما باليابان مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لبحث تطوير العلاقات بين مصر واليابان في جميع المجالات وخاصة قطاعي السياحة والاستثمار وذلك بحضور وفدي البلدين جاء ذلك على هامش افتتاح اليابان للنسخة السابعة من مؤتمر توكيو الدولي للتنمية في إفريقيا حيث تستقبل اليابان عشرات القادة الأفارقة في محاولة لتعزيز حضور شركاتها في القرى الغنية بالموارد الطبعية وتنتهي أعمال المؤتمر يوم الجمعة المقبل في يوكاهاما الوقع جنوب غرب العاصمة اليابانية وشهد اللقاء بين السيسي ورئيس وزراء اليابان استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة التعليم الأساسي والتعليم العالي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة والنقل بالإضافة إلى الحديث حول المتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين والذي من شأنه أن يدعم قطاع السياحة في مصر كما أشار الرئيس المصري إلى تطلع مصر لتشجيع مزيد من الشركات اليابانية على العمل والاستثمار في مصر والمشارقة في شتى المشروعات الجاري تنفيذها خاصة في ظل ما تحظى به المشروعات والاستثمارات اليابانية القائمة من رعاية وحرص من الدولة المصرية على مساندتها كما أكد رئيس الوزراء الياباني ترحيبه بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على الأصعدة كافة مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون والشراكة بين مصر واليابان وتشجيع الشركات اليابانية على زيادة العمل في مصر فضلا عن مواصلة تطوير العلاقات المميزة والوثيقة بين البلدين في النور الحقيقة بين اشتركوا في القناة